المئات من موظف القطاع العام اليوناني ينظمون مسيرة في شوارع العاصمة أثينا احتجاجا على الاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بشأن خفض ديون اليونان المتظاهرون يعتبروا الاتفاق الجديد الذي سيسعى لتقليص ديون أثينا بمقدار 40 مليار يورو وبواقع نسبة ستبلغ 124 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنة بنسبة ديون الحالي البالغ 180 في المئة اعتبروه اتفاقا سيؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة رفض الاتفاق جاء أيضا على لسان إليكسيس تسيبيراز زعيم حزب السيريزا اليسري كبرى أحزاب المعارضة المفاوضات والتسويات حدثت بين السيدة ميركل والسيدة لاجارد الحل لم يشتمل على اليونان لم يشتمل على خطة قابلة للتطبيق من أجل اليونان وبالتالي فهو ليس حلا في المقابل عبرت الحكومة عن سعادتها الاتفاق الذي ستحصل يونان بمجبي على دفعات من المساعدات تقدر ب43.7 مليار يورو اليونانيون سيجدون الخير في نجاح الاتفاق إن حركة الإصلاح والتجديد في اليونان أصبحت أقوى اليونان ستصبح قادرة على المنافسة على الصعيد الأوروبي وستكون الناس فخورة بديمقراطياتنا وبمجتمعنا المتحدة هذا هو من المفترض أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره من قبل عدد من برلمانات الدول الأوروبية في الأسابيع المقبلة